عايزة أسأل حضرتك هو دخول سوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي في كل تفاصيل حياتنا في السنوات الأخيرة هل السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي أحدثت خلل في المجتمع المصري خلال السنين الأخيرة؟ خليني أقول حاجة أنه السوشيال ميديا مش كلها سلبيات فيها إيجابيات حلوة قوي لكن كمان فيها سلبيات لإني أنا باستخدمها إزاي وده بيبقى ورده نوع من الثقافة الفردية أني أنا بتعامل مع السوشيال ميديا بأنهي طريقة فإن كنت أنا بتعامل معها والموضوع بالنسبة لي أنا مقنن فنعرف بقى أني ممكن أكون ببحث عن شيء ومن خلال البحث بتاعي ممكن أوصل لمعلومات كتير ومحتاج أن أنا أعمل فلترة للمعلومات لإني مش كل المعلومات بتابع حقيقية لكن النهاردة مقدرش أقول أن السوشيال ميديا يعني غير مفيدة في حاجات كتير لا هي مفيدة بس أنا باستخدمها إزاي ده الفرق وده المهم بالنسبة لي الوعي والثقافة بتاعتنا اللي مفروض تعلمنا أني أتعامل مع السوشيال ميديا إزاي أستفاد منها إزاي وأحذر منها في إيه فدي ثقافة مفروض تبقى موجودة عندنا عشان نقدر نكون في وعي عارفين بنعمل إيه هل الثقافة دي يعني يعني عايز أقول بيستخدموها الناس بره مصر بالصورة دي فأنا عايز أقول بيمكن بره عندنا عندهم شوية وعي في خطة السوشيال ميديا عن كيفية استخدام السوشيال ميديا طبعا 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 فإحنا محتاجين نعرف إحنا كمان يعني كيفية استخدامنا إحنا للسوشيال ميديا عشان نعرف إيه اللي هو المفيد فنستفاد فمناخدش كل السلبيات أو الأضرار بتاعتها بالعكس لكن ممكن نستفاد منها بمعلومات كتير فلو الموضوع بيتخد عن موضوع بحسي أفضل من أنه يتخد عن طريق جروب سيربي على السوشيال ميديا خليني أدرس الموضوع كموضوع بحسي بحيث أني أطرح كمان أفكار بنفس فكرة السوشيال ميديا لكن أنا مش بعرض ناس بطريقة مباشرة لمواجهات زي طيب عايزة أسأل حضرتك من خلال بحثك ومتابعتك للأمر بصراحة شديدة دكتور هل السوشيال ميديا غيرت في طبعنا اللي تربينا عليها ولا كشفت ما بداخلنا هقول اللي اتنين لأن هي لما تكون بتكشف ما بداخلنا بتخرج كمان اللي بداخلنا فبالتالي هتكون بتعمل تغيير فالسوشيال ميديا ليها مواقف كتير قوي حولت الشخصية لشخصية أخرى بقت شخصية أولا منفتحة عندها معلومات كتير وأفكار كتير لكن مش كل المعلومات بتبقى إيجابية لأن دي بتبقى راجعة للشخصية نفسها في حد بيستقبل إيجابيات وفي واحد تاني بيستقبل سلبيات فدي بتبقى راجعة للشخصية نفسها أني أنا بستقبل إيجابيات ولا سلبيات كل ما كان الشخص إيجابي بيستقبل دايما إيجابيات وكل ما كان الشخص أصلا مائل للسلبيات فهو بيستقبل سلبيات طبعا على حسب أنت عايز إن الموضوع بالضبط كده ونوعية الشخص نفسه يعني فيه شخصيات خيرة بطبعتها وفيه شخصيات ما بتبقاش خيرة فبالتالي الشخص الخير ممكن ياخد الإيجابيات يستفد منها الشخص اللي مش جواء إيجابيات فبيدور على السلبيات وبيستخدمها